وعلى مشاهدين الكرام عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي توثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العني مرحبا بك دكتورة بداية كثيرا ما تحدث الحكومة في بغداد عن تحسن أوضاع النازحين وتنادي بعودتهم كيف تصفين أوضاع النازحين عموما في العرق السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته يعني الحكومة تنادي بعيدة النازحين وأن أوضاعهم في تحسن والحقيقة هذا الكلام عاري عن الصحة مقوضية حقوق الإنسان في العراق بنفسها اعترفت بأن أوضاع النازحين من سيء إلى أسوأ وتطالب بتوفير أبسط مقومات الحياة الأساسية من خلال تقاريرها للنازحين يعني نحن نعرف أن أوضاع النازحين يعيشون في ظروف بمنتهى المأساوية لا وجود لأي مقوم من مقومات الحياة الأساسية أي شخص ممكن بوسعية أن يزور مخيمات النزوح أو النازحين الذين عادوا إلى ديارهم يستطيعون أن يعرفوا كيف أن هذه الأوضاع لم يطرع عليها أي تحسن ولم يطرع عليها أي تغير لا ماء لا كهرباء لا تعليم لا صحة النازحون الذين يريدون العودة إلى منازلهم لا توجد زيهم أي فرصة عمل يوفرون من خلالها لقمة العيش بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية السيئة بطش الميليشيات بطش الميليشيات الحكومية حملات الاعتقالات التي تطال أي شخص وعلى أساس حتى على أساس الأحقاد الشخصية يعني هناك أوضاع من سيئ إلى أسوأ الآن بهذا مع قدوم البرد وبداية موسم الأمطار وغيرها كيف يعيش الآن المنازحون أعلن مصدر صحي وفاة طفل نازح بسعقة كهربائية في مخيم الخازر الشرقية أربيل يعني هل وفرت حكومة بغداد مخيمات تتلاءم مع المعايير الدولية لا توجد لا توجد كل هذا الذي كان يظهر على وسائل الإعلام كلها مجرد دعايات فقط لأجل أن تستمر العمليات العسكرية وأن يحققوا هدفهم وهو النصر المزعوم وتحرير المناطق وما يدعونه من مزاعم ولكن حياة الإنسان وكرامة الإنسان والحفاظ على الأبرياء وإنقاذهم كما يدعون من مجاول تحرير هؤلاء الأبرياء من قبضة المنظمات الأرهابية في أين أصبح أحوال هؤلاء الأبرياء من سيء إلى أسوأ هجروهم قفريا من منازلهم وشردوهم في مخيمات النزوح بدون توفر أي شرط من شروط استمرار الحياة والدليل على ذلك الأمراض التي انتشرت وفتكت من نازحين وخاصة الأمراض الجنفية الآن مجرد بدأت الأمطاب بدأت الصعقات الكهربائية وغيرها والثماس الكهربائي الذي يوجد بحياة الأطفال بدأت المدارس أين هم الأطفال النازحون من الذهاب إلى المدارس والإستحق بالتعليم عمالة الأطفال أوسع نطاق بين النازحين هذا إذا وجدوا أفضل فرصة عمل النساء أيضا أين حرية وخرامة المرأة والحفاظ عليها كل هذا الشيء لا يتوفر أليست الحكومة إذن مسؤولة في عدم تهيئة هذه المدن وعدم تهيئة بيئة مناسبة لهذه المدن المتضررة من جراء الأعمال العسكرية لعودة النازحين نعم بالتأكيد هي مسؤولية الحكومة العراقية أولا وأخيرا تهيئة انتهت العمليات العسكرية الآن مضت عليها أكثر من عام كم من النازحين عادوا وبكرامتهم وتم تعويضهم بصورة عادلة ووجدوا منازلهم الآن الحكومة يعني لم تعوض حتى النازحين بصورة ترجع لهم كرامتهم يعني نزحت ملايين من ديارهم وتهدمت المدن بنسب 80% المدن الكبرى الموصل والرمادي ومدن صلاح الدين أين التعويضات النازحين؟ فقط في المجنة المسؤولة عن تعويض النازحين يعني في النصف الأول من 2018 حوالي سبع آلاف نازح تم مصادقة واحتبرت معاملاتهم صحيحة وعلى أساس أنهم سوف يتم تعويضهم هل هذا هو العدد الذي نزح من كل هذه المدن والذي تعرضت بيوتهم إلى الضمار وتعرضوا إلى التشريد وقتل وغيرها هل هو هذا العدد الحقيقي لكي تدعي الحكومة وتفتخر أنها أنجزت معاملات ما يقارب 11 ألف معاملة الحقيقة الحكومة تتعامل بمنتهى الإهمال وبمنتهى اللامبالات بحياة هؤلاء النازحين وبحياة أفصالهم والحفاظ على كرامتهم وأيضا إرجاعهم إلى مدنهم الحقيقة هي فقط نعم تحاول جاهدة إعادة النازحين في بعض المناطق التي تقول إنها مهيئة ولكن ألا يمثل هذه العودة خطورة مع تردي الأوضاع الأمنية كما ذكرت وإنعدام حتى الخدمات وانتشار الأمراض نعم في دراسة للأمم المستحدة ركزت على سببين رئيسين الذي يضمن عودة النازحين أولهما توفير فرصة عمل والثاني توفير الأمان والحقيقة هذا لا يوجود له لحد الآن بهذه المناطق فرص عمل أين يعمل هؤلاء الدوائر الدولة لا تعمل لا توجد كثير يعملون في التعليم لا توجد مدارس تقدم الخدمات في هذه الفترة لكي يعمل فيها المعلمون أين المراكز الصحية أين المستشفيات هذه توفر فرص عمل الكثير من قطاعات الشعب أيضا حتى عمال البلدية حتى عمال الخدمات هذه لا توجد إذن أين هي فرص العمل؟ كيف يمكن أن يؤملوا لقمة العيشة؟ الأمان ليس فقط معناه توفر الأمن حماية الشرطة وغيرها هذا يشمل الأمن الغذائي أمن اجتراب وغيرها أين هذا كله؟ تصور أن الأصفال لا يوجدون طاقية تحميله من البرد يعني الحقيقة طلعنا على صور أحد النسوة تقوم بالتبرع بحياة طاقيات لكي تحمل أصفال الناس حين من البرد لكي يذهبوا إلى المدارس يعني الحقيقة وضع مأساوي جدا والحكومة يعني أغلقت هذا الملف ولا تريد أن تفكر بهذا الموضوع نهائيا وكأنها قد حلت هذه المشكلة من أساسها واعتبرت هذا الموضوع منتحي ولا تريد العودة إلى الماضي هي فقط أنجزت العمليات العسكرية والباقي ليس له أي اعتبار بالنسبة لها شكرا جزيلا لك عبر أسكاب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيقي جرائم الحرب دكتورة فاطمة العام